اشتركوا في القناة المشاهدين والمشاهدات تحدثنا في الحلقة الماضية عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصات من هذه الأمة وضربنا تلك الأمثلة التطبيقية من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم ونحسن التعامل مع هؤلاء العصات وندفعهم ونعينهم على التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى سنتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من هم أشد من العصات وهم المنافقون الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وفي مرة من المرات في غزوة المريسيع قال عبد الله بن أبي بن سلول حينما سمع عن تلك الحادثة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين إلى البئر يستقون الماء للجيش الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقع بينهما خلاف عند البئر فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العنصرية وعن القبلية وجعل أخوة الإسلام مقدمة على أخوة النسب ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي لما سمع عبد الله بن أبي بن سلول أن ذلك المهاجري قال يا للمهاجرين ودعا بدعوة الجاهلية وقال ذلك الأنصار يا للأنصار فقال عبد الله بن أبي بن سلول لمن حوله من المنافقين ألم أقل لكم سم من كلبك يأكلك ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين بهذا الوصف القبيح فكان ممن سمع هذه المقالة الخبيثة زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قاله هذا المنافق فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتصدق هذا الطفل الصغير وحلف للنبي صلى الله عليه وسلم أيمانا مغلظة أنه لم يقل هذا الكلام فأنزل الله عز وجل آيات تتلى وبرأ ساحة زيد بن أرقم فقال سبحانه وتعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا إلى آخر هذه الآيات من سورة المنافقين ومع ذلك ومع أن الآيات نزلت وبيّنت أنه قال هذا الكلام ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلون من خيار الصحابة وسبحان من أخرج هذا الصالح من ظهر هذا المنافق الفاسد فسل سيفه وقال لأبيه والله لا أسمح لك بدخول المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قد سل سيفه في وجه أبيه نهاه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا قبل الفاصل في تلك القصة في غزوة المريسيع وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عبد الله بن أبي بن سلون مع أنه قال هذا الكلام القبيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه ليس سيد القوم بالغبي ولكن سيد القوم المتغابي أيضا في غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي بن سلون بثلث الجيش إلى المدينة وترك النبي صلى الله عليه وسلم يواجه مصيره مع الكفار ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا كذلك ببناء مسجد ضرار وكانوا يحيكون فيه المؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد ولم يتعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وقع عبد الله بن أبي بن سلون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في عائشة أم المؤمنين مع صفوان بن المعطل في حادثة الإفك ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه الحد الشرعي وهو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ولا شك أن هذا يدل على حكمة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أعداءه المعاملة الراقية وكان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال الحنفي وقد قتل جمعا من الصحابة وكان مطلوب عند النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فرأت هذه الخيل وهذا الركب وهذه السرية رأوا ثمامة بن أثال فاحتملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رأسه مطلوب عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط بسارية من سواري المسجد فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول وقال ما عندك يا ثمامة فقال ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو على شاكر وإذا أردت من المال فسل منه تعطى ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء في اليوم الثاني مر عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة فقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإذا أردت من المال فسل منه تعطى فتركه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني فلما جاء في اليوم الثالث قال له ما عندك يا ثمامة فقال له مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة وهذا الرجل قد قتل جمعا من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله لكنه لما تمكن منه صلى الله عليه وسلم عفى عند المقدرة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة قال أطلقوا ثمامه ففتحوا قيوده وأطلقوه فخرج حتى وصل إلى بساتين كانت في أطراف المدينة فاغتسل ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد كان شجاعا وكان لا يريد أن يعلن الإسلام فيقال عند العرب أنه أعلن الإسلام تحت وطأة الخوف والسيف وإنما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم عفوا منه عليه مع المقدرة فاغتسل ثم انطلق إلى النبي وهو في مسجده فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا محمد لقد كان وجهك من أبغض الوجوه إلي فصار وجهك من أحب الوجوه إلي وقد كانت المدينة من أبغض البلاد إلي وصارت المدينة من أحب البلاد إلي فأسلم وحسن إسلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الأعراب الأجلاف الذين يأتون من البادية كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة راقية ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة ذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فقام الصحابة ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله سجلا مما فلو أن مثل هذه الحادثة وقعت لنا اليوم وجاء طفل وبال في المسجد أو أعرابي لا يعرف شيئا وبال في المسجد لو أوقع الناس هذا الطفل أو هذا الأعرابي ضربا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زجر الصحابة وقال دعوه وأهريقوا على بوله سجلا مما إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وأيضا جاء ذلك الأعرابي وجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة أثرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنك لا تعطيني من مالك أبيك ولا من مالك احمل لي على بعيري هذين إحداهما شعير والآخر تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لكني أريد حقي من هذه الجذبة فقال والله لا تفعل ذلك يا محمد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عرفت هذا قال لأنك لا تقابل الإساءة بالإساءة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحل إلى هنا وصلنا إلى مسك الختام أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته